مرحبا برج الثور هذي قراءتك العامة القراءة راح تكون حق الطالع والشمسي والقمري راح نلقي نظرة بصورة عامة على الاوضاع من عدة زوايا عدة نواحي بشكل عام نشوف ما الذي ينتظرك خلال ان شاء الله اول شي راح ابتدي بالصعيد المالي العملي في الوظيفة المشروع الاموال وايضا حتى الدراسة كلهم يعتبرون في نفس الجانب وهو الجانب العملي من الحياة الغصن الاول وملك الاغصان برج الثور بداية تحسد عليها بوادر لبداية ان شاء الله راح يكون اول ثمرة تظهر لك لجهود انت بنيت عليها من السابق من فترة طويلة وانت قاعد تجتهد عندك كرت القمر تجتهد بايمان انت قاعد تجتهد وتعطي لمجالك في العمل في الدراسة او حتى في بزنسك ولكن قبل ان حتى ترى النتائج عندك ايمان في الموضوع ما تدري متى راح تأتيك الاموال يأتيك الدخل ولكن عندك مثل ما نقولون امل ان يوم من الايام راح تحصل على ما وعد فيه راح تحصل على الامور اللي انت تخيلتها وخطط اليها من البداية اشوفك هنا كأنما انت كنت تجتهد لفترة طويلة تقريبا بمردود جدا بسيط كانت الاوضاع صعبة كانت الظروف صعبة ولكنك صبرت لان هذا هي طبيعتك انت برج الثور انت الذي تتحمل عندما يهرب الاخرون سوري عندما يهرب الاخرون ولا يستطيعون ان يحملون الشعلة حمل الشعلة دائما يعني الشخص لازم يكون قوي بما فيه الكفاية صامد لما يكون الايمان متزعزع عندنا يا برج الثور ما نكتر ولكن انت اهني في هالفترة يقولك ان تستطيع ما بقى شيء وتصل ان شاء الله الى مراتك الى ما تحلم فيه كل جهودك اللي خصوصا اللي حولك كانوا يعتقدون انها بلا فائدة ولا بلا طائلة في المستقبل راح تظهر بوادرها وما راح تظهر تدريجيا راح تظهر لك بشكل واضح وسريع وعلني تكون ظاهرة للعيان ثمار جهودك الترقية المنصب النجاح كله في نفس الوقت وما راح يكون نجاح فقط على صعيد واحد فقط في الحياة العملية ان تنظر او تترقب الى ان شاء الله مرحلة انفراج مرحلة ابواب مفتوحة مرحلة ان تأخذ من الغناء ما شئت ليش؟ لان انا يقول لك على كثر ما اجتهت عندما تخاذل الاخرون عندما انسحب الاخرون عندما الاخرون كانوا غير واثقين ان يريدون ان يمسكون المهمة الصعبة اللي انت ماسكها التخطص الصعب اللي فيه الكثير من العوائق خصوصا ان ظروفك اشوفها ايضا يا برج الثرق ابدا ما كانت سهلة كانت تتحداك وتخصصك او وظيفتك او حتى مشروعك كان ايضا في مجال صعب ولكنك صمت صمت بسبب الايمان عندك ايمان على مستوى روحاني ان حتى لو انت ما بدأت تشوف النتائج اليوم راح تشوفها غدا وكأنما غدا لنظره قريب حان الوقت الحين انت بيدك ان تسلط الضوء على نجاحاتك تخترف ما شئت لا تقول انا ما حصلت وما اقدر وما راح اسوي الموضوع عندك انت الحين انت اللي ملك النار انت اللي بيدك الشعلة كيف ما تريد توجه المرحلة القادمة الموضوع بيدك يا برج الثرق في الحياة العملية دعنا ننظر الى الاكثر توضيح الكرتات لان انتهت مرحلة الترقب انتهت مرحلة الحيرة حان الوقت ان انت تصعد تصعد تبتعد تبتعد عن المرحلة الصعبة انت مقبل على مرحلة جديدة اعلى في المستوى مرحلة الاحباط الانتظار انتهت بالنسبة لك مرحلة هني قاعدة اشوف كأنما يأتيك كلام من الناس ينصحونك بان تبتعد عن هاي التخصص عن هاي المشروع عن هاي التعلق عندك تعلق بامل ان انت تنجح تحصل على الكثير من الاموال يكون نجاحك صاعق مو نجاح بسيط انت انتهيت خلاص وقفت هني كأنما بوجه او صمت عشت المرحلة الصعبة صمت بوجه الاخرين اللي كانوا يحبطونك ويقولون لك مرح تثمر جهودك انتهيت انت الحين مستعد نضجت طاقة وحتى مع الله سبحانه وتعالى كأنما انت عندك حين مرحلة توافق انت مستعد وفي توفر للطاقة ايضا في اذن او تصريح من الله سبحانه وتعالى ان انت الحين خلاص تبتدي تختنم اللي تعبت فيه في السابق المرحلة القادمة هي ابدا ليست مرحلة تعب بالنسبة لك لا تضع نفسك في نفس طريقة التفكير القديمة المرحلة القادمة هي مرحلة ان انت تكون في مستوى الملك مستوى الراحة انت تأمر انت تنهي وانت ترغب دائما النار هي طاقة ايضا الرغبة انت عليك فقط في المرحلة القادمة تركز ما هي رغباتك وين تريد تمشي باقي الامور في حياتك العملية اي مستوى ثاني تريد تصعد للامور اذا انت مثلا في مستوى محلي تريد ان تصل الى سوق اكبر تريد ان تصل الى عندك انت حين تعمل في شركة بسيطة تريد ان تصل الى شركة عالمية اكثر انت عندك هاي النوع من الطاقة ان انت رح تقفز قفزة كبيرة بسبب جهودك اللي انت استحقيتها في الفترة السابقة الجانب الثاني هو الجانب العاطفي رح نلقي نظرة ونشوف ما هي الرسائل لك في هذا الجانب القراءة العاطفية هني رح تكون عامة المفصلة رح تكون ان شاء الله بعد فترة لان القراءة العاطفية رح تسويها مخصصة للمنفصلين والمتزوجين وايضا للهزاب عشان تكون دقيقة وتنطبق على حالاتكم بادق شكل لنشوف بشكل عام الحياء العاطفية كرت الساحر منعكس طاقتها منعكسة انا ما اقرأ الكرتات وهي مقلوبة ولكن اضع في بالي ان هاي الكرت كان منقلي عشان تكون صورة واضحة بعدين ثمانية السيوف ايضا الشمس وايضا الخماس الجديد برج الثور في الناحية العاطفية انت على وشك انت انكشف لك الامور سواء كانت جيدة مع الشريك او سيئة سواء كنت في ترقب او كنت انت اللي رحلت عنا الجواب لسؤانك رح تجد ان شاء الله في الفترة القادمة ولا تنكر الجواب لان الجواب اللي يأتيك رح يكون جواب رباني اذا كان ان الشخص هذا يريد ان يرتبط فيك في هذه الطاقة موجودة ومتوفرة واذا كان هذا الشخص كان يتلاعب فيك ايضا هذه الطاقة متوفرة بعضكم رح تطلعون من المرحلة على طول تدخلون قفص الزوجية لان انتوا هني كأنما كرت الساحر مقلوب هو انتهاء مرحلة التلاعب انتهى الوقت اللي الناس تستغل فيه اجتهاد وتفاني برج الثور حان الوقت ان انت اشوفك انت هني كما اخذت الشعلة في الناحية العملية انت هني ما اخذ الكنترول وتخرج نفسك من دوامة لان الامور رح تتضحلك في المستقبل عندك رغبة في الزواج عندك فرصة للارتباط ولكن رح يتضحلك في المستقبل القريب اذا كان مع شريكك او مش معه اذا الامور ما مشت مع شريكك وظل حتى الان فيه دوامة تاف اوف دوامة ذهاب الرجوع معنات هالامور واضح لك الاشارات الكونية قاعدة تراسلك هل انت تقبل الرسالة والنصيحة لان اذا ما قبلت اهني يقولك معنات ان انت تنتظرك سعادة في مكان ثاني مع شخص ثاني انت ما قاعد تلفت الانتباه انت ما قاعد تركز مع هاي الفرصة فاذا كان اي او اذا كان لا اذا كان مكتوب لك انه تستمر مع هاي الشريك او مع شريك اخر تأكد ان الاجابة في الفترة ان شاء الله القادمة عندك ايضا طاقة تسليط الضوء انكشاف الحقيقة اللي كان مخبه فكرة القمر يتضح فكرة الشمس ورح اوضح لك اوراق اكثر الحقيقة اوقات تكون موجعة نعم ولكن هل احنا نمتلك السعادة الكفاية سوري هل نمتلك الشجاعة بما فيها الكفاية عشان نواجهها عشان ندرك انه في امور ما رح تمشي بطريقتنا مع شخص معين او حان الوقت ان احنا ناخذ الكنترول نقول لهذا الشخص اما الامور تمشي نبحث عن المعلومات نبحث عن الجواب نسأل السؤال المهم عشان نحصل على الجواب اللي نريده لان الجواب اللي نريده مو هو دائما اللي احنا مستعدين نسمعه انت محتاج الشجاعة كرت القوة طلعلك ممكن انك تتعامل مع برج الاسد او الابراج النارية وايضا ابراج سرابية مثلك ولكن الابراج النارية وبرج الاسد واضحة هني طاقته انت اللي محتاج ان تاخذ في الفترة القادمة هاي النوع من الطاقة ان الكنترول عندك انت محتاج الشجاعة ان تفتح اذنك وتسمع الجواب لان الجواب موجود بخصوص حياتك العاطفية سيكون متوفر لك في الفترة القادمة لا تحس بالاحباط لا تحس ان انا مثلا خسرت علاقة ثانية او ثالثة ولحد الان ما تكللت بالزواج لاجل ذلك تقعد تلوم نفسك وتحس ان انت خسرت او فشلت كل درس نتعلم منه نكون اقوى كل درس يقربنا من انفسنا ومن ربنا لما نتعلم ان احنا نقدر نصمت في اسوأ العلاقات ونخرج منها ايضا في امل واحنا ممكن نصمت تجاه اصعب الظروف هنا عندك عواصف عواصف تؤثر على الامور اللي احنا زرعناها احنا نخاف عليها لان توها قاعدة برعم فممكن هاي العلاقة ايضا تصمد وان كان املها ضعيفة ولكن اشوف الناس تصمد تجاه الظروف الصعبة عندك واحد من الاثمين انت اللي رح تحدد في الفترة القادمة اما ان علاقتك رح تصمد لان رح تتضح لك الامور او علاقتك حان الوقت ان تسحب السيف عليها وتنتهي لان بانتظارك بداية جديدة اهني يقول لك البداية الجديدة بانتظارك سواء مع الشخص اللي في بالك او مع شخص ثاني السعادة الزواج الحب المشاعر نفسها نفسها اللي انت قاعدة تحسها الحين موجودة عشانك السؤال هل انت رح تأخذها ولا رح تضل في الدوامة هذا شأنك الخاص التارو لا يتحكم بالارادة الحرة تبع الاشخاص السعادة بانتظارك يا برج الاسد سواء يمكن انك تتعامل فعلا مع برج الاسد حتى اثناء القراءة لما كنت اخلط الاوراق كنت كثيرا اناديك بالخطأ ايضا برج الاسد احتمال ان شركك القادم يكون من برج الاسد الشريكي اللي تحصل فيه على الزواج والابناء معه اذا كان مو موجود حاليا في حياتك بداية جديدة بداية موافقة بداية تحصل فيها على اللي تستحقها بدون ان تتعب اكثر من اللازم لان انت تعبت كلنا تعبنا وخصوصا انت تحملت الكثير حان الوقت ان انت تحصد ما زرعت عاد مو مشكلتك ومو همك ان اللي زرعتها رح تحصله هني او في علاقة ثانية انت زرعت رح تحصل على اللي تستحق ان شاء الله واللي في بالك ومرادك في الفترة القادمة اللي بعده رح ننظر الى الجانب الصحي والقانوني من حياتك والاخبار المتوقعة نحن نحن نشوف الجانب الصحي ما هي النصائح لكل شهر مايا الكرسات قاعدة تتكرر رح اخلطها مرة ثانية عشان نتأكد وما حد يقول انت يا علي وما خلطت الأوراق دين الجانب الصحي مرة ثانية رح نعيده هذا الكرت تكرر كرت الحمل والأبناء برج الثور اذا انت او الشريك تحاولون الانجاب في الفترة القادمة مهم جدا ان تسيطرون ان تنتبهون الى التغذية وخصوصا الشرب خصوصا العادات الغذائية هني اشوف كأنه ماء الكثير من الاملاح او حتى الكثير من السكر البياض هني قاعد يعني لي احد الابيضين اما السكر اما الملح حاسبوا للفترة القادمة هاي الاشياء تؤثر بشكل غير مباشر ترى على القدر على الانجاب احتمال انت او الشريك تعانون من السكر النوع الاول والثاني وهي قاعد يأثر عليكم في الفترة القادمة بدل ما تظلون مكتئبين الكرت اللي موجود لكم هو كرت الانتصار نرح ان شاء الله في النهاية تحصلون على الابناء والانجاب ولكن اللي مطلوب منك انه بدل ما تظل في طاقة الاحباط بسبب الفحوص نتائج الفحوص الاخيرة ركز على الامور اللي تقدر تغيرها رقم واحد ما في شي اكثر الامراض وحتى لو بشكل غير مباشر الرياضة والتغذية الصحيحة ما يقدر اما يعالجه بشكل كامل او يخليه يصل الى حالة جدا مستقرة هنا ايضا بعد احتمال عندك المفروض انه تشرب الكثير من الماء انت شوفك ما تحب تشرب ماء لازم تكثر من الماء عشان تعادل المؤشرات الحيوية في جسمك كثر من الماء ابتعد عن شرب العصائر الكوفي هاي النوع لا تعوض الماء بشي ثاني هذه الطاقة ايضا موجودة عشانك لا تقول لين شلون رح يأثر كل شي يأثر وما في شي الرياضة والمشي ما تقدر مع التغذية الصحيحة ما تقدر تعالجه اصعب الامر اللي انت مو متخيلها نسمع قصص دائما وفعلا حقيقية رح يكون عندك ان شاء الله في النهاية انتصار اما انك رح ترجع لصحتك الكاملة او في اوج صحتك واما انه اذا انت ترغب مع الشرك تنجوبون ابناء رح يكون جدا مثل ما نقول انتوا هني كأنه اشوفكم تتعالجها تتعالجهم فترة طويلة ولكن الحل رح يكمن في ابسط الحلول بالنسبة لكم التغذية الصحيحة مع الرياضة غلا نشوف الجانب القانوني اذا عندك اي امور متوقفة كرت الجوجمنت رجوع الاشياء الميتة الى الحياة سبعة السيوف ستة الاكواب كرت الموت كرت برج الاقرب عزيزي برج الثور هني يقولك كأنما لا تتنازل في اللحظة الاخيرة عن المطالب اللي انت قاعد تطالب فيها اما عن طريق مركز الشرطة اما عن طريق المحكمة النظام القضائي بشكل عام لا تتنازل لانه كأنما هني اشوف لحظة عندك رح الامور تكون وتنزح الى صالحك انت الكفة رح تكون في يدك انت من الناحية القانونية هني يقولك في اشخاص كأنما رح يحاولون ان يستعطفونك عشان تتنازل عشان تتغير رح يقولون لك كأنما انت هني يعرفون هذين الاشخاص انه رح يخسرون القضية امامك او المحكمة رح يخسرون ففي اخر لحظة رح يأتون يطرقون الباب من جديد يطرقون الباب ويطلبون منك انه يحلون الموضوع بشكل ودي رح مثلا اذا انت تطلب حضانة يسمحون لك بدء ان تأخذ الحضانة رح يبتدون اول شهر شهرين يعطونك مثلا مصروف للابناء او فيه نوع من التعويض او تقصيد حتى تقصيد التعويض اهني يقولك لا تتنازل هاي الاشخاص ما ينفع معهم الا ان تمشي الامور بالشكل القانوني لا ترضى ان انت في الفترة القادمة تقوم بمساواة ودية حتى المساواة الودية عن طريق المحكمة عن طريق اوراق موثقة في المحكمة لا ترضى باقل من هذا الشي لان اشوف هذين الناس عندهم كأنما مبيتين النية انه رح اول فترة يقومون بنوع من المساواة الودية يمشون الامور بينكم وبينهم يبتدون يدفعون الاموال او يعطونك المستحقات وبعدين رح ينكثون بالوعد يرجعون في الكلام وفي الوعد العطوكي وانت هني كأنما لان انت باقل لك شوي مثل ما قلت لك وتربح القضية كأنما رح تتنازل عن عمل شهور وفترة كاملة فترة طويلة عشان وعد وعد بالاصلاح حتى لو حاولوا اشخاص انتثق فيهم بالتدخل لا ترضى اقنعهم بمبدأ ان الدنيا ما لها امان اذا اهموا صادقين في كلامهم احتاج ان يكون في توفيق لهذا الكلام والوعد والاتفاق من المحكمة اني بعد الاخبار القادمة في طريقك يا برج الثور قراءة جدا جميلة انت في برج الدلو من الابراج في الفترة القادمة كأنما انتوا في مرحلة انفراج باذن الله تحسدون على هذا النوع من الطاقة دعنا نشوف ما هي الاخبار القادمة في طريقكم ممكن يكون الشخص ايضا ولكن الشخص مش هر تكون شريك او حب ممكن يكون اي شخص خلوا العقلية منفتحها ممكن يكون صديقة ممكن يكون زميل في العمل يساعدكم في امور برج الثور في الفترة القادمة رح تأتيك عن اخبار سوري رح تأتيك اخبار عن شخص لطالما ما بقولك انت ظلمتا دائما كنت ما اخف فكرة غلط عن هاي الشخص احتمال اخيك الصغير احتمال شخص اصغر في العائلة او شخص ممكن معاك في الدوام صديق ولكن هو الاصغر سنا الاقل نضوجا الاقل خبرة هاي الشخص كثير المغامرة يحب الاستمتاع ما عنده هموم او متاعب تبع الحياة انت كأنما دائما تحس ان هذا الشخص مصدر احباط او شخص لا يعتمد عليه في محيطك لكن اللي رح تكتشفه في الفترة القادمة هو مضحك هذا الشخص بطبيعة المرحة قدر يحقق لنفسه كل اللي يريده كأنما درس يأتيك في المستقبل عن شخص ان كنت تنظر اليه بنظرة دونية يعطيك درس مهم في الحياة وهو اصغر منك ولكن رح يقولك اول درس انه ممكن هني هو رواك فقط الجانب المرح منه ما رواك الجانب الجاد اللي قاعد يجتهد ويعمل مو من نوع اللي يقعد معاك ويقولك عن اهدافه وطموحه ويظهر نفسه بطريقة جادة ولكن هذا الجانب موجود فيه في يوم من الايام خصوصا هاي الفترة رح تبتدي تكتشف ان هاي الشخص بطبيعة الهلوبة قدر يحقق لنفسه لإحتمال انت اكبر منه في السن لحد الان ما حققته واذا كنت حققته ما حققته في هاي السن الصغير واحد من العائلة او من الاصدقاء او اخيك الاصغر اخدك الاصغر رح تحقق الكثير من النجاح بطريقة عصرية رح تعتمد على الانترنت رح تعتمد على الترويج التسويق العلاقات العامة هذا الشخص رح يظهر الى العلن ويكون ناجح ولكن معتمد على جهود انت في البداية ما امنت فيها جهود بسيطة جهود غير جادة تبع المزح تبع اللعب وهذا خبر جيد يعني نتعلم منا درس انه مو كل شيء في الحياة ناخذه بشكل جاد عشان نحصل على ما نريد وهذا كرت اخير تبع النصيحة الحب يتحمل بالضبط انت عندك حب واشوفه من بداية قراءتك العملية حبك هو لأحلامك لطموحك سواء كان في الشريكة اللي تريد ان ترتبط فيه في الاموال او النجاح اللي تريد ان تحققها في الاستقرار برج الثور حان الوقت للعدالة الالهية ان تكون الى جانبك لان انت جدا تعبت في الفترة السابقة اجتهد مثل ما قلت لك لما تخلوا الباقين عن حمل الشعلة لانه كانت صعبة انت حملتها انت اللي تحملت فلا تعتقد في الفترة القادمة ان في احد يحق له ان يأخذ الثمار غيرك انت او ما يحق لك ان تكون طمع في المستقبل خذ ما تشاء الحب يتحمل الحب يتحمل كل العراقيل كل العقبات وكل المواقف بالضبط هذه نوعية الحب اللي انت تملكها من اجل حلمك لا تتخلى عن حلمك السفينة حال الوقت قريبة جدا عشان ترسوه وتحصل على مراتك ان شاء الله عشان ترجمة نانسي قنقر